أهلاً وسهلاً لبنات بخير لبسا عليكم كنتم مع الصحة كنتم مع الصحة كنتم مع الصحة والعافية دخلوا في الموضوع لا تنسوا لايك و أخيراً و أخيراً و أخيراً سمعت الهضراء و رطبات رأسها و قرأت تعالق الناس و يرى البنات و هل ترد على حدي و أخيراً بحيداً و أخيراً و مجرد أن تشعر و يتفرج و أخيراً و أخيراً و أخيراً و أخيراً و أخيراً و أخيراً ما هكا كنزل عليها من السماء ولكن المتابعين عندهم واحد دور كبير في هاد التغير او اللي وقع في حياتها او اللي بدأتك تدير هاد الطاقة الايجابية اللي بدأتك تخلق سير السالون سيب الاظافير سيب الشعار دير الاغانية دير الماكياج خرج هنا كل هنا فهمتوا المتابعين عندهم دور كبير وطبعا حسنا نقفح تهي عنده دور كبير لانها خرجتها كتحاول تخرجها من ذلك الدوام اللي على ما اظن حسب التلميحات دير صاحبتها حسنا المشكلة ما فيه ان مسألة كلام جارح بينها وبين الزوج ديالها السوري بارد الكتاف بينتهم شي كلام جارح قالوا لها شنا هو الله اعلم لكن اكيد غد يكون جنه جنونه مني شافها تغيرت لان اي رجل كيبغل المرادية تكون مهلية في راسها تكون واحد لكلمة قالتها نوار قالتها الحسنا نقفها وحسنا ما اعجبهاش الحال واخكك كملت معها في الطريق وقدرها بحالة ما سمعت وانه لان نواره لسواب لأدب صراحة صراحة خليوا البنات تعروبيت وراك اللي عروبي قح يعني ولكن تبارك الله يغمرك يغمرك بسوابه بأخلاقه بأدابه بكلامه الحلو وهي والو ما جاءتها ما فهمتش علاش إنسان قاعلي ما فيش صبرة يتعلمه كل شي يتعلم قتليها اللي شافك هكا قاعم بيقول حادها قاعم بيقول تبارك الله في هذه الحداقة وقاش كنتشوف في هذه الحياة نجافة كنتشوف كيف كنتشوف نعم وغير الع cœاش واتذوق واتثوق وكأتبط رأسها يعني كنترضه رغي تكون دارها موسخة وتكون الحالتها وكتبط يوقع يوباظ الله تعطي نوجك حد يظر تبك تشد الدار تحملي رأسك تحبي الناس من متصغ يم ان وو يحد التوسف المترجم الى العكس المترجم الى العيالات قلبا وقالبا الدراع والجامل عليش ما جيت يوم الخصوص للمغربيات احنا معروفات عليش ما جيت يوم مش ضرورة كن ميلوا الوحد الجيه وكن هملوا الوحد الجيه ماشا غادي نقول كل شي را كاينين ولكن لا اغلبتهم الحداقة ما شاء الله والجامل والاناقة احسنا معروفات عليش الحال طبعا ولكن كملت وثيقت في الموضوع بحال لا تشي حاجة ما كاينة بحال هاد النقاط هادو هو مال يتخليوا المشاكل تولد ما بين الصحابات او ما بين اه مهم ما بين الصحابات كما قلت ليكم اكيد برد كتاف غادي يكون شاف هات تغيرات ومعايجبوش الحال ويقول كيف هاشو هاذي وهاتشي كدير شي حاجة ناوية على شي حاجة غا تخرج علي هذيك حسنا نقافة غا تجر هالشي طرق ما هياش بغا تضخلها في شي دواب ما هياش حيش وما اغلب 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 الرجالة للبنات كيكونوا غيره ما كيحملوش المرأة اللي تكونت هالله ماشي ما كيحملوهاش وهي كيبروف مثل وقت هالله في راسا ولكن ماشي بوحط طريقة فنش كوني مدابزة معه كيحسب حالي را كدير اذك شي ضد فيه او لا فهمتوني اه هي دابا عاد كانت ديرا لايف تيك توك اه الماكياج الشعار اضافير اه ما قلناش هيت اه صراحة اه تحيين حسنة ولانها خلاتها ترتب راسها وتشعر الاقل تسمع لها دروا تشوف غدك المتابعين اللي محاشينا لها اش دو كيقولوا لها واش دو ميساجات اللي كيوصلوا لها اه هي ممسا وقاش كي ما قلت لكم يعني عشق تغيت شكرا لكم على النصائح ديالكم ووالو الصواب والاسميت والكلام الطيب بحل تقوليك اتخلص عليه والله هنا بحل تقوليك اتخلص عليه يعني الانسان يحاول عندك واحد المتابعين زويلين باركة انك خرجتي بواحد الفيديو واحد النهار خسرتين والمزاج ديالي يعني قلقتيهم اه يعني الناس نفسيا يالهم ما خليتيهم ش يعني كما تقولو خليتيهم برادين ما اعطيتهم ش حتى المشكيل بالضبط اللي واقع لك يعني جيتيهم واحد رمانة مغبضة وحطيت ياليهم ما اعطيتهم ش حتى اش هو واقع لك وهو بتعاطفوا معاك وخكك تحاطفوا معاك ودعوا معاك وعطوك نصائح وان واش تخرجت شكرا يهم غير بكلمة كل ما 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 تصوقتيش ليهم لابنات لاداش حل هاد الحساسية تعتقري وانا مزاوقة في كوبا اه ما يمكنش اه دوا ما دار لياتي الحالة واحد الحاجة اخرى المهم شي تتنفس شوية حدرجعت حد بنيا صوت ارا ما يمكنش اه حاجة اخرى لابنات بالنسبة الفلوس وبالنسبة النمنم دفختي ولو عندك فلوس دي هالله يفراسك وتصيب الدفار وتصيب الشفار وتصيب ياختي والششعر ومارك اختي خرجت ذاك الفيديو والله من سالة بعدها ابنتي اختي نمنم ومعدناش نمنم وهادك البائع طلع لينا جوج بطاطا تجاب لي ياغي بطاطا باش نقضي مجيش معك ذاك الفيديو الصراحة مجي من المستوى ديالك غير يدخلك الارباح وسيري مسحي لانه صافي اكيد الارباح دياله تكون دخلت مل احسن مل احسن ذاك الفيديو غير حيدي لانه فيه واحد طاقة سيلبية واحد الكيمية كبيرة ديال كما نقوله استحمار ديال المتابعين ما عجبنيش ذاك الفيديو باتاتا ومجيش معك باتاتا لانك ماشي مخصوصة بهاد المعنى ماشي بنتك ما لاقياش ما تنمنم او انتي ما عندك ما تتاكلي لا واحد الناصيحة لبناس انا اللي قيبال ليه انا كانت غريت تفارق مع الزوج ديالها علاش ليما تسكن مع حسنة ويتفاردو ويكريو ياك عدار واحدة مالهم هي وياها والبن صغيرة ويكريو الدار ويتقاسموا الفلوس ويعيشوا معه بعضياتهم ومعيالات مزيانة مزيانة العظيم انا غير مفكر وتنقول زعمها الاف حالات ما حيث حسنة كتلوح فلاشات وكلاشات كتلوح ومليها بانها مشي كتلوح معاني على اساس المشكيل اللي بينها وبين بيرد الكتاف كان فيه كلام جارح يعني وصلوا للمعيور وذلك الشي ولكن هي ممتقبلاش الامر وكتقول لعله خير دا بيرجعوا هادي ويون باش تفهم بان السيد صاف المستقبل ومعها راح بس مزيانة دي مسيكينة كطاع معاها وديرت صورات في انستغرام في تيك توك في مجبدةهم حطوط في المكان مزيانة ديال اليوتيوب نقوله كان خدام معك في هول اسم ديالها يعني كتوف جميل خدامي في الأول ولكن صاحبتي تلص قيفك ومادام هو عنده انستغرام دياله ليش ميحطش تصويرتك معاه تلص قيفك في الانستغرام في تيك توك هناك يبين على انك انتي يعني ما شو نقولك انتي بحلة مثالكه مثالكه وهو ما مصوقش لانه هو في تيك توك ديرت صورتك وحده في انستغرام ديرت صورتك وحده وفي اليوتيوب ديرت صورتك وحده دير شان ودير فيها تصورتك وحده وانتي ملصقه هنا ملصقه هنا ملصقه هنا ملصقه هنا ملصقه هنا ديرت صورتك تجوب انتك في الانستغرام قاع وحلفت لاش بدلتك تصويرها او لبنات حاجة اخرى تيقولك مشتار في شقر التعاليق ديالك الشي لاش مكتجوبش تمان سيرت قاعدة ديالك العناوين شكولك يجبدهم لها تمك العناوين اختي شكولك يكتبهم لها وكتجوب شي مرات مؤخرا مني سمعتها الشي ديال المتابعين تسلطوا لها ما كتجوبش ما كتتسوقش لهم بدات كتجوب بعض المتابعين وكتدير لي مقلوبة شوفوا كل شي كتعرفه وكل شي كتديره وكتقرأ التعاليق غير هو ما كتتسوق وما كتحاشياش للمتابعين من الخرد القادية فيها ما نعرف الله أعلم بناتك كيف يجدير البنات أكيد كما قلت لكم هو رغا يكونوا جنه جنونه وهي كتسن الفرصة أنه وفينا يرجع لها لأنه يبدلول شي يبقى مدلول عما واش تقعد تشتقر على راسها ودير شي حاجة وتنجح في حياتها ويرجع مرحبا واش يرجع سوقو هذا كفياس طحرا صلى الله يعني هي خطت وقتنه ونتمنه وأنه ما تنساش الخير ديال حسنا حسنا لأنه طبعا وقفيت معها وقفة ديال أخت مشيشة ديال صاحبة أو لجارة صارحة برافو على اشتركوا في القناة